بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اكتمال بناء البصرة وكانت بأمر من الخليفة الفاروق رضي الله تعالى عنه وبناء المسجد الجامع الكبير حيث أن الصحابة رضي الله عنهم هم من خطى البناء بناء البصرة وبناء الجامع الكبير وفي إحدى الروايات أن هذا الجامع الكبير هو من أكبر المساجد التي ذكرها التاريخ حيث أنه في إحدى الروايات أنه يتسع إلى سبعين ألف مصلي وفي رواية أنه يتسع إلى ثلاثين ألف وقد بني في بداية الأمر من القصد ثم بعد ذلك بني من الطين والجص واللبن فهو من أكبر المساجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم الرسالة وفهم الواجب الذي كلفوا به فمنهم من خرج للفتوحات ومنهم من خرج ليبلغ دين الله ويبلغ الرسالة فهم أفهموا الناس برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتوزعوا في الأنصار وخرجوا من ديارهم ليبلغوا الرسالة ومن المدن التي سكنوا فيها وأسسوا للعلم فيها هي البصرة وانطلقت حلقات العلم من هذا المسجد الجامع الكبير حيث أن تحت كل استوانة وإذا صح التعبير عمود من أعمدة هذا المسجد تجد حلقة من حلقات العلم في التفسير في القراءة في القراءات في الفقه في النحو في كل العلوم وهنا ملاحظة لابد أن نقف عندها أن المشهور عندما نتكلم عن العلوم ونشأة العلوم في البصرة يأتي إلينا النحو وكأن فقط النحو تأسس في البصرة مع أنه الكثير من العلوم تأسست هناك بدءا من الحلقات فتحت كل استوانة تجد عالما من العلماء من الصحابة من التابعين من أهل الفقه من أهل الحديث من أهل التفسير من أهل النحو تحت أساطين هذا المسجد الجامع الكبير بالمناسبة ليس فقط هذا المسجد ولكن الشهرة لهذا المسجد فقد بنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم مساجد ولكن المسجد الجامع الكبير هو الذي اشتهر في التاريخ مع أن التاريخ ذكر لنا أن هناك مساجد في هذه المدينة مسجد بني مجاشع مثلا مسجد عمر بن أخطب الأنصاري مسجد أنس بن مالك ومسجد بني عباد ومسجد بن سيرين ومسجد بني حرام ومسجد الحرورية هذا بعد ذلك تأسس وظهر ومسجد عدي الحلقات لو أردنا أن نحصل حلقات ونسمي الحلقات بأسماء بأسماء شيوخها لا يسعنا الوقت فسوف نختصر ونقف مع كل أمر من هذه الأمور أذكر الحلقات حلقت في بداية الأمر حلقت أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهذه الحلقة هي لتعليم القرآن وأبو موسى الأشعري صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حرب بن عامر بن الأشقر وأمه طيبة بن توهب وهذه ترجمته استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن كما استعمل زيد واستعمله الخليفة الفاروق رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب على البصرة ثم استعمله سيدنا عثمان على الكوفة روى أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروا عن الخلفاء وعن معاد وعن ابن مسعود وعن أبي بن كعب وعن عمار وروا عن الكثير من الصحابة الحلقة الثانية الآن نتكلم عن حلقات الصحابة لأنها هي الأساس حلقة عمران بن حسين بعثه الخليفة عمر بن الخطاب ليفقها أهل البصرة وكذلك عمل قاضيا في البصرة وكان الحسن البصري رحمه الله يقول ما قدم البصرة راكب خير لهم من عمران يعني عمران الصحابي رضي الله تعالى عنه وقد غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات وله عقب في البصرة حلقة أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلقة وهذه الحلقة مختصة بما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس الكل يعرف من هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر هو الولد فيقول أنس إن نخلي يحمل في السنة مرتين أو كرمي وإن ولدي لصلب مئة وستة فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وقد عمر رضي الله تعالى عنه حلقت قبيصة بن مخارق الهلالي وحلقت مجاشع بن مسعود السلمي وحلقت الأسود بن سريع التميمي وهذا يدرس الحديث طبعا وفي حلقات أخرى للقضاء حلقت الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهي حلقة تفسير القرآن وحلقت هشام بن عامر وحلقت أبي بكر أزهر بن سعد السمان الباهلي وحلقت أبي سعيد وهو الإمام الحسن البصري هنا انتقلنا إلى التابعين حلقت أبي يعلى العبدي البصري الصواف حلقت عبدالله بن معقل المازني بالإضافة إلى المجالس بداية الأمر كانت حلقات في داخل المسجد ثم تطور الأمر فكانت المجالس مجالس العلماء فكل عالم له مجلس ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن تكونت المدارس هذه المدارس تناولت كل العلوم مدرسة التفسير والقراءات إذا صح التعبير نقول بقيادة الصحابي أبي موسى الأشعري وهو الصحابي المعروف وكذلك مدرسة أبو عمر بن العلاء ويعقوب الحضرمي هذه مدرسة التفسير والسدوسي البصري وله كتاب غريب القرآن وقتادة السدوسي البصري له كتاب تفسير ويحيى بن سلام البصري وله تفسير مدرسة الفقه كان الصحابة في البصر هم من تولى الفتوى أو الفتية ثم التابعون فقد كونوا المدرسة الفقهية البصرية ليس فقط النحو البصري وإنما المدرسة الفقهية البصرية نذكر منهم ممن ترأسوا المدرسة الفقهية البصرية ولهم اجتهادات اشتهروا أو اشتهروا بها أولا أبو موسى الأشعري عمر بن أبي سلمة الحسن البصري أبو قلاب الجرمي حميد بن عبد الرحمن زرارة بن أبي أوفة سليمان بن طرخان يونس بن عبيد العبدي أبو الشعثاء جابر بن زيد محمد بن سيرين أبو العالية أبو بكر أيوب ابن أبي تميمة عبد الله بن عون القاسم بن ربيعة خالد بن أبي عمران حفص بن سليمان قتاد السدوسي إياس بن معاوية القاضي وغيرهم كثير هذه المدرسة الفقهية المدرسة وهذا ربما يكون يعني فيه غرابة ليس فقط أن الصحابة ومن أسسوا المدارس هناك فقط كان الاهتمام بعلوم الشريعة وإنما بعلم الفلك وعلم الطب ومن الأطباء البصريين أبو الحسن ابن غسان البصري أبو الحسن البصري الكحال ابن العجم ابن ماري يحيى بن سعيد البصري أبو العباس البصري الطبيب الحاذق التنوخي هذه مدرسة طب يدرس فيها طب ثم تطورت فتكونت أشبه بما يكون مدرسة كبيرة للطب ودراسة الطب وتدريس الطب وحتى أن لها إذا قلنا أشبه بالمستشفى مدرسة الطب الأولى تسمى عنيت بتدريس الطب المدرسة الطبية الثانية مدرسة أبو العباس الجرجاني مدرسة أبو الفرج البصري وهو اسمه محمد بن عبيد الله مدرسة أبو المظفر باتكين بن عبد الله الرومي هؤلاء كلهم يدرسون الطب وأطباء فتأسست مدارس الطب أنا ذاك نريد أن نركز اليوم وعلى عجالة على مدرسة الحديث وذلك لأن الشهر للنحو وللغة والأدب فنريد أن نركز على مدرسة الحديث وذلك لأهمية هذا العلم والبصرة منذ تأسيسها صارت تربة صالحة للعديد من الصحابة فإن عدد الصحابة الذين سكنوا البصرة أكثر من ميتين واربعين صحابي أمثال أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعمران بن حسين وعبدالله بن عباس وغيرهم ثم سكن التابعون وتابع التابعين والكثير منهم صارت مدرسة البصرة للحديث من المدارس المهمة التي خرجت العديد من التابعين وتابع التابعين فممن فممن روى الحديث من أمثال الحسن البصري حماد بن سلمة معمر بن راشد حقيقة كل واحد من هؤلاء كل واحد من هؤلاء إن كان من الصحابة أو من التابعين مدرسة كاملة في الحديث في أخذ الحديث ورواية الحديث ونقل الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهم مدرسة كاملة لا نستطيع بعجالة أن نقف عند كل واحد منهم لأنه كل واحد من هؤلاء هو موسوعة كاملة ومدرسة كاملة إن كان في الحديث أو في غير الحديث ولكن نحن نريد أن نقف سريعا عند مدرسة الحديث عبد الرحمن مثلا بن مهدي بن حسان إمام الجرح والتأديل هذا البصري الأزدي يحيى بن سعيد القطان البصري صاحب كتاب الجرح والتعديل علي بن عبدالله بن جعفر المديني أو المدني البصري صاحب التصنيف في علل الرجال نقف عند هذا الرجل وذلك في النهاية سوف نبين لماذا وهو علي بن المديني السعدي البصري وهو من شيوخ البخاري هذه ملاحظة مهمة شيوخ البخاري وأبو داود وروا عنه الإمام أحمد بن حنبل وهو من أقرانه يقول أبو حاتم الرازي كان علي يعني علي بن المديني على من في الناس في معرفة الحديث والعلل وكان الإمام أحمد لا يسميه وإنما يكنيه لا يلفظ اسمه هكذا علي وإنما يكنيه تبجيلا له انظروا إلى الأدب عند أهل الحديث عند أهل الشرع وذلك احتراما وتبجيلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسميه وإنما يكنيه تبجيلا له يقول وما سمعت أحمد سماه قط أبدا ولد في البصرة ومات فيها من مصنفاته مثلا انظر إلى هؤلاء ماذا خلفوا لنا وكيف عاشوا في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصنفات علي بن المديني أختار منها الأسماء والكنة ثمانية أجزاء الضعفاء عشرة أجزاء المدلسون خمسة أجزاء الطبقات عشرة أجزاء علل المسند ثلاثون جزءا العلل من رواية إسماعيل القاضي أربعة عشر جزءا علل حديث ابن عيين ثلاثة عشر جزءا من نزل من الصحابة النواحي خمسة أجزاء الثقات عشرة أجزاء من عرف بغير اسم أبيه جزءا العلل المتفرق ثلاثون جزءا هذا الرجل الذي كتب وروا الحديث الإمام علي بن المديني وقد كتب بعض الباحثين عن حياته وجهوده وتصانيفه ولكن مهما كتبنا ومهما تكلمنا عن هؤلاء فلن ولم لن نوفي حقهم وكذلك زكريا بن يحيى الساجي البصري مؤسسون مدرسة الحديث في البصرة الصحابة الذين رووا الحديث وسمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا البصرة فكانوا المرجع الأول في عهدهم في البصرة عددهم في رواية مية واثنين وخمسين في رواية مية وستة وخمسين نذكر أبرزهم أبان المحاربي أبي بن مالك القشيري أحمد السدوسي أسامة التيمي أسامة بن عمير الهذلي الأسلع بن شريك أسمر بن مضر مضرس الطائي الأسود بن شريع البزار الأقرع بن حابس ابن مالك البراء بن مالك الأنصاري بريد الأسلمي بشير الأنصاري بلال بن الحارس المزني أو الحارس المزني ثابت بن قيس الخزرجي جابر بن سليم جعيل الأشجعي جندب البجلي حابس بن ربيعة التيمي الحارس بن عمر السهمي حرملة العنبري خزيمة الأسدي ربيعة بن أبي الصلت سامرة بن جندب المغيرة بن شعبة النعمار بن مقرن هؤلاء الصحابة الذين أسسوا مدرسة الحديث بالبصرة وفيهم من الصحابيات أروى بنت الحارس الثقفية أمت الله بنت أبي بكرة الثقفية أنيسة بنت خبيب الأنصارية جهدم سماها النبي صلى الله عليه وسلم ليلى روت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسيب الأنصارية هذه المدرسة برز فيها الحفاظ ودرجة الحافظ في الحديث معروفة لدى أهل الاختصاص يعني ليس من السهل أن يبلغ المحدث درجة الحافظ بسهولة فالحفاظ فقط الحفاظ من أهل البصرة ممن بلغوا درجة الحافظ في الحديث مئة وسبعة وعشرين فمنهم من روا عنهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأما من له رواية في الكتب الستة من مدرسة الحديث في البصرة الكتب الستة فقط من البصرة تسعمية وستة وخمسين محدث أهل الحديث من المحدثين في البصرة وهناك ترجمة لمحدثي البصرة في كتاب وآخر من كتب في هذا الأمر على حد علمي الدكتور عبد الباصط الدرويش في ثمان مجلدات بكتاب تراجم محدثي البصرة وصل عدد محدثي البصرة إلى ثلاثة واثنين محدث هذا الكم الهائل من أهل الحديث في ثمرات الصحابة رضي الله تعالى وثمرات الحديث ومدرسة الحديث النساء البصريات ممن رووا الحديث ودرسوا الحديث ونقلوا الحديث أبرزهم أمينة بنت أنس بن مالك حبابة أو حبابة بنت عجلان البصرية حفصة بنت سيرين أم الهذيل البصرية خيرة أو خيرة أم الحسن ذفرة بنت غالب الراسبية البصرية سمية البصرية غبطة بنت عمر معاذة بنت عبدالله العدوية أم الصهباء البصرية أم سالم بنت مالك الراسبية البصرية من تراجم لها أنها أحرمت من البصرة سبع عشر مرة سبع عشر مرة أحرمت من البصرة إلى الحج وروت الحديث وأوصلت الحديث إلى علماء ومحدثي مكة أثر مدرسة الحديث في البصر على الأمصار أراد الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشر فهيأ له رجال وللرسالة أن تبلغ كل أثقاع الدنيا فقد انتشر علماء الحديث البصريين في كل أو في أغلب المدن فقد ساهموا مساهمة فعالة في نقل الأحاديث وروايتها لهم أثر واضح في حديث مثلا المكيين أثرهم على المحدثين وعلى مدرسة الحديث في مكة ومن هؤلاء مسلم بن يسار البصري يسمى بنزيل مكة عبد الرحمن بن مطعم البناني أو البناني أبو المنهال البصري نزيل مكة عبد الرحمن بن مخارق سالم بن عبد الله الخياط البصري إسماعيل المخزومي مبارك بن حسان السلمي أبو عمران البصري وغيرهم كثير وكذلك على الكوفة التي تمصرت بعد البصرة سنة سبع طعش هجرية وقد رحل الحسن البصري إلى الكوفة فهو يحدثنا الحسن البصري يقول رحلت إلى كعب ابن عجرة من البصرة إلى الكوفة فقلت ما كان فداؤك حين أصابك الأذى قال شات الوقوف عند هذا الكلام كيف كيف أن هؤلاء العلماء يذهب من البصرة إلى الكوفة ليتأكد من حديث أو ليتأكد من مسألة فقهية من صاحبها أي جهد هذا وأي عمل عظيم يذهب ويسافر ليسمع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رحل ابن سيرين إلى الكوفة ليلتقي على القمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى أثر أهل الحديث من البصرين على مدرسة بغداد يقول الإمام أحمد قدم إلينا في بغداد عبد الرحمن ابن مهدي سنة 180 هجرية فأتيناه ولزمناه وكتبت عنه هذا يقول الإمام أحمد قال كتبت عنه وقد استقر منهم في بغداد للتدريس منهم عبد الواحد بن ميمون السدوسي وأبو عبيد الحداد البصري ويحيى بن ميمون القرشي ويحيى بن عباد الضبيعي وكذلك عبد الوهاب بن عطاء الخفاف يقول الخطيب البغدادي يقول في كتابه تاريخ بغداد كان الإمام سليمان بن حرب الواشجي البصري رحل من البصرة ليدرس الحديث إلى بغداد كان كان الإمام سليمان يحدث في بغداد فيجتمع عليه الآلاف يجتمع عليه طلاب العلم ليسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الحديث الذين سكنوا بغداد وحدثوا فيها عدد كبير وذلك لنقل الحديث إلى هذه المدن وهذه الأمصار وقد وصل محدثو البصرة إلى مصر فهذا بكار بن قتيبة ابن أسد ابن أبي بردع البصري تولى القضاء في مصر فأحيا علم البصريين وقد أسس الحافظ البصري عيسى ابن شاذان القطان مدرسة للحديث في مصر فحدث عن عبد الصمد بن عبد الوارث وصفوان بن عيسى الزهري أو الزهري ومؤمل بن اسماعيل وكذلك الحافظ البصري قبيطة أبو علي الحسن بن سليمان البصري هذا كل في مصر وكذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر البزار ومنهم هؤلاء كلهم في مصر من مدرسة الحديث البصرية الحكم الشيباني البصري الحصيب بن ناصح البصري خلاد التيمي البصري إبراهيم بن مرزوق البصري قيس بن حفص البصري عبد بن سليمان البصري وقد وصل المحدثون البصريون أو أهل الحديث من البصرة إلى بخارة طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه جاء إلى البصرة حيث تتلمذ على شيوخها وروا عنهم روى الخطيب بسنده عن حاشد بن اسماعيل قال كان أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام وهو غلام في رواية ليس في شعره بياض قصة البخاري المعروفة في البصرة وهذا يعطينا مدى احترام الناس للعلماء ولطلبة العلم ولأهل الحديث ولأهل القرآن يقول كان البخاري إذا جاء إلى البصرة نادى منادن أن محمد بن اسماعيل البخاري في مسجد البصرة فإذا بآلاف الناس سأتون ليسمعوا منه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال البخاري عندما طلبوا منه أن يحدثهم قال البخاري يا أهل البصرة سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم هذا إقرار من البخاري أنه درس على مشايخ وعلماء من أهل البصرة سأحدثكم عن أهل بلدكم يعني يروي عن مشايخه عن العلماء الذين درس عندهم وقد وصل علماء الحديث من البصرة إلى خرسان فممن سكن خرسان من محدثي البصرة نظر بن عمران الطبيعي البصري الربيع بن أنس البكري البصري الحسن بن يحيا البصري نهش بن سعيد شبيب ابن عبد الملك البصري التيمي علي ابن المدينة هؤلاء اللي من علماء اللي المؤسسين لمدرسة مدرسة الحديث في البصرة أين وصلوا علي ابن المدينة أين وصل وصل إلى اليمن ذهب إلى اليمن ليوصل الحديث إلى أهل اليمن وكذلك عكرمة أو عكرمة بن عمار العجلي البصري ووهب ابن مأنوس البصري هؤلاء في اليمن معمر بن راشد الأزدي البصري معاذ بن هشام البصري وذهبوا إلى عسقلان ومن أبرزهم هلال ابن زيد البصري وذهبوا إلى اليمامة ثلاثة محدثين كما يذكر الخطيب وقد ذكرهم ابن معين في كتابه التاريخ والعلل يحيى بن أبي كثير البصري وإسحاق بن عبد الله البصري وصالح بن أبي الأخضر هؤلاء في اليمامة يتبين لنا مدى تأثير مدرسة الحديث على الأمصار مدرسة الحديث في البصرة على باقي الأمصار ولا تجد بلدا من البلاد إلا ودخلها محدث البصرة وعلماء البصرة وإذا أمعن النظر فإن المحدثين من أهل البصرة دخلوا أكثر من ثلاثين بلدا هذا إذا دققنا هناك مواضيع حقيقة خص الحديث ومدرسة الحديث في البصرة في المنهجية في العلل والأسانيد وآراءهم فيها فهي مدرسة بحد ذاتها لها أصولها وأسوسها ولعلماء الحديث في البصرة جهود في تتبع الأسانيد وقد أنتجت سفرا كاملا في تصانيف الحديث وعلوم الحديث فقط حركة التصنيف فقط حركة التصنيف في الحديث في البصرة تحتاج إلى مجلدات وكذلك وكذلك كتب الأسانيد والمسانيد وكتب الطبقات فكل علم من علوم الحديث يحتاج إلى مجلدات لمعرفة دور محدثي البصرة في ذلك وفي حقيقة في الختام لا أنسى أن عدد أن عدد محدثي البصرة بلغ أكثر كما قلت أكثر من ثلاثة آلاف وقد ذكرهم بعض من كتب في هذا الأمر معلومات مهمة حقيقة نقاط مهمة عن مدرسة الحديث في البصرة من خلال هذا المرور السريع على مدرسة الحديث تركيز على مدرسة الحديث كثرة الحفاظ فيها ذكر الإمام السيوطي أن في البصرة مية وستة وعشرين حافظ يقول بصريا مية وستة وعشرين حافظ من حفاظ الحديث هذه درجة يشكل رواة مدرسة البصرة في الحديث نسبة كبيرة بين رواة الكتب الستة فقد بلغ رجال الكتب الستة حوالي سبعة آلاف منهم حوالي ألف راوي من أهل البصرة هذا في الكتب الستة قدم علماء الحديث البصريين جهودا جبارا فاقد جهود الكثير من الأمصار وخاصة في تتبع الأسانين وقد حملوا راية الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو لا شعبة ما عرف الحديث في العراق لو لا شعبة ما عرف الحديث في العراق وكان لعلماء الحديث في البصرة الاستاذية على كرسي الحديث فقد تربع على كرسي الاستاذية في الحديث شعبة ابن الحجاج الذي اعترف له شيخه سفيان الثوري بالأستاذية ثم جاء يحيى بن سعيد القطان البصري وعبد الرحمن بن مهدي فكانوا أساتذة ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل ثم جاء علي بن المديني الذي اعترف له البخاري في الحقيقة مهما تكلمنا عن هذا التاريخ وعن هذه المدارس فكل مدرسة تحتاج إلى محاضرات بل إلى مؤلفات عن القراءات عن التفسير عن الرجال عن الفقه وعن الفقهاء وعن أهل اللغة والأدب وعلم الكلام فكل هذه مدارس من المدارس العلمية في البصرة أردت أن أقف عند مدرسة الحديث لأهميتها وحتى يعلم الكثير من الناس أنه ليس فقط مدرسة ومدرسة النحو واللغة والأدب في البصرة وإنما مدرسة الحديث والفقه والتفسير والقراءات والقراء نسأل الله في الختام أن يثبتنا على طاعته وأن يؤدبنا مع هؤلاء وأن يعلمنا الأخلاق والأدب مع هؤلاء ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أهل العلم والصلاح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للدكتور إبراهيم الحسان على هذه المحاضرة وهذه السياحة في تاريخ العلم والدراسات الشرعية في البصرة والشكر موصول لكم سادة الحضور وعلى أمل اللقاء في مجالس علمية أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته